الخبر الأول اللي عادنا عن قمر مارو ليش هي الضايجة ورح تبشي فقمر مارو نزلت عليها سبب اللي انستجرام وهذا اللي ستوري نتكات بيبي يا جماعة تجين كمية بلاغات مطابعية على اليوتيوب والتيك توك وحتى هنانا وهالشي كل جدي يأثر علي وعلى شغلي حسب الله هنا من الوكيل على كل شخص دي يبلغ لان هذا الظلم انا ممأذية شخص ولا جاي يمأحد بس الله يمهل ولا يهمل طبعا هذا الشي كل جدي يأثر على القمر مارو على مشاهداتها بالتيك توك فنزلت هواي على اخر مقطعين يا حبايب خلاف مقطع السابقة شانجي بفوق الخمسة مليون وهذا الشي نسى صار باليوتيوب في اخر مقطع الهجاب بعدة مشاهدة كوش قليلة مقارنة بالسابق طبعا هو مو بس الابلاغات يأثرت وقال انه هي قطعت اسبوعين عن السوشيال ميدي هم أثر عليها وهذا الشي اللي خلا متابعين قمر مارو انه هما يتهجمون علي يا رمار ويتموا انه هي قاعدة تحرض متابعين على التبليغ قم انه هي رطعت وردت يا حبايب اللي مو ظلوا يتهجمون عليها انه قررت تطلع وترد مرات ثانية وتقول ترا كل اللي صاره عبارة عند غباء وانه هذا التعليق هو فوتوشوب مو أكثر انتم من كل مخكون كل شي بتحطني بقصد هادو بقصد هادو بقصد هاي بقصد هاي بقصد هذيك فيه بمخكون شي عم تحكوا على تعليق مو موجود اصلا شو وضع العالم اللي عم يعنفتنا مثلا من يومين طلع تعليق لحدا من المشاهير كمان وضربت الدنيا عليه وصار يطلحك كثير واخر الشي يطلع فوتوشوب ما عادي نفس الشي فوتوشوب بيكون شي طبيعي يطلع فوتوشوب حاج غباء حاج تعمل وفتنا بيني وبين العالم لو سمحتو فاكتبنا يا حبايب الكومنتاج شو راكم هذي الخبار واللي قاعد يصير الروح حاليا محمد جواني وشوني يحجي على نارين بيوتي وشخص اللي راح يتجم علي اليوم فنزل شوية ستوريات يعلم مخلاه لانه اليوم راح ينزل مقطع على الساعة بالخمسة حاجة بيعلى شخص معين بهذا الفيديو وتوقعون هذي الشخص اللي استلم اليوم ونسوك شوية ستوريات ثانية قديمة على البث مباشر هو ونارين بيوتر راح اضطكم شوية لقطات من هذا البث وصار يكتب عليها انه نارين شخص قلبها طيب وحبابا وبتجنن ما عم لح اقرب صراحة انا حاطت على القس يعني عم لحط على القس نعمل شي من عندي جواني شو بدي عمي فاكتوا يا حباب بالقومنتاج قيمة حمسين للمقطع جواني الروح حاليا الاميرا الحسين وسفرها الاميرا الحسين نزلت على حسبها بالانستجرام هذا البوست وبهذا البوست كان هي بالداخل مطاردة تسافر وكاتبة وين تتوقعون هي حتروحها تسافر وطبع غير المتابعين صار توقعون وصار يقولون انه هي سافرة بس على موت سنسا محمد كريم عمود نطيع انه عن ماضي يتغير جو فاكتبوا نحبها بالكومنتات وين تقعون هي مسافرة وش تقعون السبب مال سفر مالتها الروح حاليا الياسو وصول حسبها بالانستجرام للمليون وخمسمائة الف متابع فإن شاء الله ألف مبروك أقبال 10 مليون يا رب وطبع اللي تنسون يا حبايبن وتباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز الروح حاليا الطبنجة وسفرها وترك الفريق فانبولي في البداية وكان نزل شوية تستوريات من داخل مطار دي يسفر بعد نزل شوية تستوريات دي سلمتابعين يديرون فلوك عن السفر بالضافة يا حبايب أنه وسامتك تنزع على حسب مبليا انستجرام صورة يا طبنجة واللي كان كاتب عليها أخ الصغير راح نشتغلك لا تتأخر علينا خلصوا تعال من واضح أنه الطبنجة ما راح يطلع من الفريق ولكن فترة راح يرجع يا حبايب وهل تتوقع يا حبايب أنهم قرروا أن يضمون ياسمين ورجعوا هالفريق عم ويعوضون غياب طبنجة فكتبوني أحباب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر إن شاء الله يرجع بالسلامة روح حالياً نورمار وزواجها طبعاً من زواجها إلى أما بالقطة مالتها رزل هذا السوري كان كاتب عليها هاي ميرا زوجت ميرو قال إذا وصلت صورتها 100 ألف لايك راح تنزل لكم العرس وطبعاً صورة مالتها وصل 36 ألف لايك وعرس صورت القطة هي يا حبايب فنورمار نزع على حسب ما القطة مالتها هذا السوري والذي يعلم عليه على حرب نارية بين جمهور يارا وقمر فشان كاتب عليها حاسب أن الله نعم الوكيل مع الإبلاغات وش معنى صورة قمر يمكن لأنه ظلت لوحدها المفتهم يا حبايب أن هذه القطة كان منزل الصور ويكون لأعضاء الفريق والذي بينهم قمر ولكن صورة قمر انحفت بسبب إبلاغات وطبعاً هذه فترة هواي طعت الشاعات من إبلاغات وما إبلاغات فاكتبوا يا حبايب الكومنتات هذي توقعون جمهور يارا هو اللي يبلغ على صورة قمر أو لا نختم آخر شي بنورس بالتوثيق على حساب سناب شات مالنورمار فالنومان نزع هذا السوري كان دي تشكر بي نورس إنه هو وثق لحسابه فإن شاء الله ألف مبروك على التوثيق للحساب ننتقل حالياً الرايدر وعلانة على البرومو واغنية الجديدة اللي رح تنزل لأسبوع الجاي فنزع الحساب بالإنسجرام البرومو والاغنية رح تطولكم إياها شوفوها فاكتبوا يا حبايب الكومنتات جيمة حمسين لاغنية ريدر الجديدة بسطول لنها وصلاة المقطع تمنع إعجابكم تحطوا اللايك وشتركوا بالقناة اشتركوا في القناة ومع السلامة